في اللوقات 8 عدد 5 ياروس خصته عنده بنت واحدة عروصة 12 سنة في مصر نقول مال والدنيا يعني مالة الحياة بنت وحيدة وهو البنت ستموت فهو راح بعت رسل عشان يقوله للرب تعالى وقعدين هو ما انتظرش فجري هو كمان راح للرب قال له ابنتي على اخر ناس فقال له انا جاي معك هو رايح معاه البيت فجات في السكة الجمع زحم المسيح وجات المرأة نزفت الدم لمسته وتوقف الموكب والرب وقف يقول سؤال غريب بصراحة يقول من لمسني التلميذ قال له ايه يا رب ده الدنيا كلها زحمة وكل يتدافع وانت تقول من لمسني سؤال غريب شوي قال لا فيه لمسة غير لمسة انا عارف لمسة ايمان استخرجت مني قوة طب انت عارف ايو عارف بس عايزها المرأة نزفة الدم تيجي عشان يروحها وقد برؤت مش جسديا برؤت روحيا ونفسيا وادبيا ويلمع ايمانها ويلمع شهادتها ويدينا درس فجات وقعدت تحكي بقالها 12 سنة مريضة والاخوات يحبوا التفاصيل في السهاري فبتحكي 12 سنة الهيستوري المرأة دي وياروس حيموت بنته وجربت كل الاطباء فبتحكي بقى تزعلش يا اخ فايز لانه الاخ فايز طبيب يعني لا يا رتها انتفعت شيء دي صارت الى حال القاردة خدوا فلوسها وما فيش بايدة ايوه وياروس حيموت طب تعالى الاول شفلي بنتي وارجعلي الست دي طب خدها معاك تحكي معاك في السكة البنت هتموت وانتظر الرب بحكمة يفعل برضو توقيت الرب توقيت الرب جوله قالوله لا تطعب المعلم ابنتك قد خلاص ماتت خلاص في الحال التفت الرب إليه قال له لا تخاف امن فقط فهي تشفى فهي تقوم المرأة قال له لا تشفى ما هي ماتت وتفرق عيانة ولا ولا ماتت ولا مريضة ولا ما تفرقش مع ربنا قال له ما تخافش هتشفى دي ماتت خليها ماتت من أربعة أيام ودخلت الأبرو ما فيش مشكلة عند ربنا ما تفرقش معاك فالعذر مثل العذر فالجميل اللي تخاف امن فقط الإيمان يتوقع المستحيلات في مقول إنجليزي بتقول الإيمان يتوقع الغير متوقع ويتوقع المستحيلات حدش عنده مشكلة وكل قال ما فيش فايدة الرب عنده فايدة الرب عنده أمل في المسيح فيه رجع تزنيبر توليت على الرب إنه يستجيب واستجاب وأقام الميتة وكانت طبعا مجد للرب وسبب إيمان الكثيرين عائلة يايروس رئيس المجمع دايما فيه بركة من وراء كلمة لا تخاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر